لا إنت كذا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حياك الله حياك الله وبيات إذن عندنا سؤال نعم شيخنا الكريم في مسألة المرأة وما تكلمت عنها منه يجب احترامها ويجب تقديرها ولكنني قرأت رواية حقيقة في مجمع الزوائد بأن أبو بكر عندما دخل على رسول الله في حادثة الأفك قال لرسول الله ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني هل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ إنه عائشة في فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم إنه كان يدخل عليها الشاب بالأيفع ائفل على الكلب الرافضي هذا ائفل شيع رفضي خسيس يريد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجرم يريد أن يقول بأن عائشة اتهمت من قبل أبيها قطع الله لسانك قطع الله لسانك وضمر بنانك وأحرقت جسدك وأرى العالمين آية فيك أتتكلم في عبد الحبيب أتتكلم في حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم أتطعن في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات والذي برأها هو ملك الملوك ورب الأرباء أتطعن في التي مات النبي صلى الله عليه وسلم دمع الحبيب صلى الله عليه وسلم أتطعن في التي زوجها ربنا للنبي من فوق سبع سماوات أتطعن في التي حمل صورتها جبريل يريغى النبي صلى الله عليه وسلم على أنها زوجته قبل أن يتزوجها أتطعن في أشرف مخلوقة وهي زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة أتطعن في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول أنها كانت تنخل الشباب كذا أي للفاحشة عندها أسأل الله أن يحرق جسدك أسأل الله أن يدمر بنانك أسأل الله أن يمزق صفك أسأل الله أن يبتليك في عرضك وفي نفسك أتتكلم في عرض الحبيب أسأل الله جل وعلا أن يعافينا من سماع صوتك حينما يدخل خليجي رافضي لا تسمح له بحرف واحد بحرف واحد اللهم اغفر لنا ما سمعنا اللهم اغفر لنا ما سمعنا اللهم اغفر لنا ما سمعنا المهم عود بإذن الله جل وعلا على الإجابة على أسئلة الأخت الكريمة الطاهرة التي سألتني عن الطلاق في الجاهل قلت إن الجاهليين كانوا العياذ بالله جل وعلا يتعاملون مع العبادات في العقائد في الأحكام بالتلون والاحتيال فكان رجل منهم يعلق الأمر حتى يجعلها قعيدة لا هي تحته ولا هي مطلقة حتى تتزوج الآخر وهذا من طريق أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها عائشة ولذلك النقطة الثانية هل كان الزواج في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم ورعد الحبيب صلى الله عليه وسلم بطريق المأذون وبطريق كتابة الأوراق لا بل كان بطريق الشهود بمعنى أن الزواج له أركان زوج وزوجة وولي وشاهد عدل ثم اختلف بعض أهل العلم من أئمتنا وسادتنا في زيادة بعض الأركان المهم هذه الأركان المتفق عليها يبقى زوج وزوجة في إجاب وقبول وفيه الولي بتاع الزوجة موجود وموافق وفيه الشاهدان السلام عليكم طبق الكلاب كلاب والأسود أسود أيها النغضي الكلب العقور أيها الكلب العقور إفل يا أخي قلت لك أي خليجي والعياذ بالله يتطاول على عرض النبي لا تفتحوا عليه لا تفتحوا عليه هؤلاء روافط شيعة هؤلاء يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب هؤلاء يتطاولون على النبي ويقولون إن عضوا منه سيبخل النار هؤلاء يقولون كما سمعتم بأن عائشة كذا إلى آخرين هؤلاء يكفرون الصحابة عدى أربع لا لا يا أخي لا يا أخي لا تسمح لأمثال هؤلاء لا تعكر علينا الروح التي دخلتنا والنور الذي ملأ صدورنا من سيرة أعظم حبيب على ظهر الكوكب الأرضي إن كان السبب فيه فإني أتحمل ونعم 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 وكرامة لكن في الحبيب في زوجة الحبيب لا 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 نعيش بعدها أبدا أقول فاصل ألتقط فيه الأنفاس وأواصل إن شاء الله اشتركوا في القناة